بهذه التجربة راح نبدأ نستعرض مع بعض أحد الفعاليات اللي يمكن للذكاء الصناعي أن ينجزها بطريقة سريعة جداً إذا ما قرنت أنه تنجز بالطرق التقليدية أو الطرق الاحتيادية باستخدام البرامجيات وطبعاً هذا مثال جداً بسيط هناك الكثير من الفعاليات اللي احنا نحتاجها طيب إيش هي هذه الفعالية الفعالية كالتالي نفترض أنه مدير معين مدير في شركة طلب من أحد الموظفين أنه يقوم باستخلاص صفحات ملف PDF ملف القراءة PDF يقوم باستخلاص كل صفحة على حدة ويحفظها على شكل ملف PDF مستقل جيد نفترض أنه هذا الملف يحتوي على فورمات تسجيل ونحتاج كل فورمات تكون على حدة ومثلاً لمئة فورمات أو كذا عدد من الفورمات هذه الإجراء الأول الإجراء الثاني أنه لازم يقوم بضغط هذه الملفات اللي يستخلصها اللي راح يصير على سبيل المثال مئة ملف لمئة صفحة يقوم بعملية ضغطها بشكل ملف مضغوط إما رار أو أي ملف أو أي صيغة أخرى فلاحظ هنا إحنا إذا ريد أنه ننجز هذه الفعالية مثلاً كالتالي نفترض أنه عندنا هذا الكتاب شوفه الآن أمامك هذا الكتاب إحنا نريد نستخلص كل صفحة لو تلاحظ عندنا مئتين وثمانية وسبعين صفحة لازم نستخلص كل صفحة على حدة كيف راح نبدأ نستخلصها؟ أول شي نحتاج إلى برنامج يمكننا من إجراء هذه الفعالية أو برنامج يتميز بهذه الجزئية وهنا مثلاً برنامج الأدوبي أكروبيت برو من شركة أدوبي هذا البرنامج يمكنك من عملية قراءة وتحرير وترتيب وإنشاء ملفات البي دي اف طبعاً هذا البرنامج مو مجاني هو يعني هاكو مبالغ ما لي لازم تتفحها وإشتراك السنة وهي تقريباً يقدر ب700 دولار أو أكثر ما عرف يعني بالضبط لكن تصل إلى نتيجة أنه البرنامج ليس مجاني بنفس الوقت أنه البرنامج يحتاج إلى مهارات أنه لازم تتدرب عليه وتنجز هذه الفعالية يعني على سبيل المثال إجراء هذه الفعالية بكل بساطة هنا داخل برنامج أدوبي أكروبيت تفتح الملف وتذهب هنا على Organize Page بعد ذلك راح تبدي على كل صفحة مثل ما تشوفي الآن أمامك كل صفحة تقوم باختيارها وتعمل من هنا عليها Extract كل صفحة هذا إذا ريد ننجزه باستخدام البرنامج تعمل Extract عليها بعد ذلك يعني تبدي بعملية حفظها أو يمكن تستخدم مثلاً خاصية اللي هي Extract Pages as Separated Files طبعاً هذه راح يتمكنك أنه أنت تستخرج كل البيج على شكل Files مختلفة هذا هو إجراء أو خاصية برمجية جيد؟ مثل ما ذكرت لك أنه مو أي شخص يقدر يشتري هذا البرنامج يعني البرنامج غالي برنامج يقدر License Malta بمقدار 700$ سنوياً بنفس الوقت مو أي شخص يقدر أنه يتعامل مع هذا البرنامج من ناحية الاستخدام طيب هذا الإجراء الأول الإجراء الثاني أنه أنت بعد ما قمت باستخلاص هذه الملفات على شكل ملفات منفصلة فأنت لازم تضغطها فأنت تحتاج إلى برنامج للضغط أول شي لازم تكون عندك معرفة سابقاً برامج ضغط الملفات ثانياً تحتاج إلى برنامج ضغط وأيضاً برامج ضغط ليست مجانية بالكامل جيد طيب ماذا لو أنا أعطيت هذا الملف إلى TGPT وطلبت من عنده أنه يفصل لي الصفحات هذه يفصل ليها ويعطيني الملف المضغوط بشكل مباشر شوف الآن العملية كيف راح تكون عندك بسيطة فأبدأ بتحميل الملف هذا هو الملف راح أقل له هنا أنا سبلت إيتش بيج مثلاً نقدر نقل له هنا هنا يعني باللغة الإنجليزية إيتش بيج إنتو سينجل فايل أوكي أنت مثلاً كومبريس دم أو زب دم أوكي وذ داولوود وذلينك داولوود يعني طيني رابط التحميل مال هذه الملفات المضغوط أطلق الأقل هنا Enter اللي راح يبدي عمله TGPT بكل بساطة راح يبدي نفذ كود بايثون هذا الكود راح يبدي يباشر في عملية تقسيم الصفحات الخاصة في الملف لكل الصفحة على حدة بعد ذلك راح يبدي يستخدم كود ثاني ويقوم بعملية ضغط هذه الملفات مثل ما نشوفه الآن أمامك أنه أعطاني الداولوود الخاص في الفايلز أبدأ أعمل له داولوود والآن بدأ التحميل طيب الآن أصبع عندنا الملف المضغوط جاهز فيمكن أن يقوم بعملية فتح هذا الملف وطبعاً مثل ما نشوفه الآن أمامك أنه بالفعل أنه تشات جي بيتي قام بفصل كل الصفحات على حدة لعدد الصفحات الكتاب بالضبط أوكي فبالتالي نصل إلى الخلاصة التالية أنه مثل ما احنا ذكرنا أنه هو باعتباره يستطيع أنه ينفذ أكواد بايثون باللمت المسموحة طبعاً بما لا يؤذي البيئة الخاصة فيه فبالتالي يستطيع أنه ينفذ أي إجراء أنت تطلبه من عنده الإجراءات اللي احنا نجريها بشكل يده وباستخدام البرامجيات يمكن أنه ينتجها تشات جي بيتي بسرعة جداً كبيرة بدون لا تبدي تتمر إلى استخدام البرامجيات شراء البرامجيات وتعلمها وبنفس الوقت أنه الكلفة راح تكون قليلة والوقت راح يكون قليل إذا ما قرنت بشات جي بيتي باحتبار أنه الاشتراك يعني شات جي بيتي 20 دولار شهرياً مثلاً في نسخة المدفوعة أو حتى إذا قارنتها مع المساعدات الأخرى راح تكون عندك النتيجة بنفس المقاييس تقريباً